وسيد الأوصياء وضع المنهج واضحا اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال الرجال يعرفون بالحق الحق لا يعرف بالرجال الرجال يعرفون بالحق هذا هو منهج أهل البيت وهذا بالضبط عكس المنهج الرجالي نحن نقرأ النصوص ومن خلال تجل الحق فيها نعرف أن الذي نقلها هو صادق هذا هو منهج عليا اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال لا تقول لي فلان قال كذا قوله حق إذا كان قوله حق إذن هو محق في هذا القول هذا هو منطق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومنطق القرآن القرآن ليس منطقه إذا جاءنا فاسق علينا أن نتبين يعني ليس النظر إلى الذي نقل لنا الكلام أن ننظر إلى الكلام نتأكد من الكلام وحينئذ بعد ذلك يكون لكل مقام مقال ولكل حادث حديث حينئذ نحاول أن نعرف أن هذا الذي نقل الكلام ما هو أما إذا كنا من البداية نعرف فسقة فننغي هذا الشخص وننظر إلى مضمون الحديث إلى مضمون الكلام فتبينوا القرآن يأمر بالتبين البحث في المتن البحث في الحقائق لا أن يقبل الكلام لأن فلانا قاله وهذا واضح لذلك يجب النظر يجب البحث يجب التأكد الرواية تقول فضلوا وأضلوهم يعني الذي يتبع هؤلاء العلماء سيكون ضالا الذي يتبع العلماء الذين يحشون فكره بالفكر المخالف لأهل البيت قد يقول قائل إنني ما أدري صحيح إنك ما تدري وعلى نيتي صحيح الحساب على النيات ولكن حينما يحشى عقل الإنسان بالفكر البعيد عن أهل البيت شيئا فشيئا الرابطة تضعف مع أهل البيت ولا يوجد هناك ضمان لا يوجد هناك ضمان أن حبك لأهل البيت سيكون مستقرا سيكون وديعة يسلب منك ما هو الفارق بين الحب المستقر والحب المستودى هناك حب لأهل البيت مستقر يقبر مع الإنسان ويحشر مع الإنسان ويبعث مع الإنسان اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك هذا الإيمان هو حبهم ولايتهم ولاية إمام زماننا أسألك إيمانا هذا الدعاء تقرأه في دعاء أبي حمزة الثمالي أسألك إيمانا لا أجل له مستقرا ليس مستودعا لو كان كل الإيمان إيمانا مستقرا لما دعى الداعي بهذا الدعاء لما جاء دعاء أبي حمزة الثمالي ليعلمنا أن ندعو هكذا أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك كيف نميز بين الإيمان المستقر والمستودع العلم القطعي قطعا عند إمام زماننا لكن القراءة ما هي ما هي الميزة الميزة بين الإيمان المستقر والمستودع إذا كان الإنسان واقعا تحت نظر الإمام الحجة ما زال هذا الإنسان واقعا تحت نظر الإمام الحجة واضح المقصود النظر ليس النظر الحسي قد يكون النظر الحسي جزء من ذلك واقعا تحت نظر الإمام يعني تحت رعاية الإمام كما نقرأ في زياراتهم اجعلوني من همكم ما زال هذا الإنسان في دائرة هم الإمام فإن الإيمان ثابت عنده لكن إذا وقع تحت هذا العنوان وأسقطني من عينك فما باليت يعني خرج من دائرتي واجعلوني من همكم خرج الإنسان من هذه الدائرة حينئذ سيكون إيمانه إيمانا مستودعا قطعا يسلب منه إما في حياته أو عند البوت قطعا يسلب منه إذا أسقطه الإمام من عينه كما في الدعاء في دعاء أبي حمزة وأسقطني من عينك فما باليت هناك حالة إسقاط من العين إذا أسقطه الإمام من عينه يقينا هذا الإيمان إيمان مستودع إما يسلب من الإنسان في حياته وسيشعر بذلك يسلب منه شيئا فشيئا أو يسلب منه دفع واحدة إما شيئا فشيئا وهو في حياته بكمال صحته يشعر أن الإيمان وأن المحبة تسلب منه أو عند الموت لماذا يقرأ دعاء العديلة لأن المؤمن الذي كان مؤمنا في الدنيا يمكن أن يعدل عن أهل البيت إلى غيرهم وهذا المراد من دعاء العديلة ونقرأ في الأدعية أني أعوذ بك من العديلة عند الموت العديلة عند الموت ما هي أن الإنسان يعدل عن حب أهل البيت إلى غيرهم وهذا هو الإيمان المستودع الإيمان المستودع متى يكون إيمان العبد إيمانا مستودعا يسلب منه حين يخرج من دائرة هم الإمام الحج حين لا يكون مصداقا لقولنا في الدعاء واجعلني من همكم كيف يخرج هذا الإنسان يخرج هذا الإنسان حينما يكون قلب الإنسان قد أظلم بالفكر البعيد عن أهل البيت حينما يكون عقل الإنسان قد أظلم بالجهل والجهالات الأئمة يقولون كلامنا نور وعلماؤنا يأتون لهذا النور يطفعون هذا النور بظلمة الفكر المخالف أليس هي هذه الحقيقة والله هي هذه الحقيقة فحينما يطفأ هذا النور يكون الإيمان حينئذ إيمانا مستودعا والرواية تتحدث عن ذلك فيقبله المسلمون المسلمون المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا بهذه النية يقبلون لا تقول بأن نيتي نيتي سليمة أنا لا أعلم بذلك يقبلونه على هذا الأساس على أنه من علومنا ماذا يقول الإمام فضلوا وأضلوهم والرواية تستمر تقول هؤلاء حين يضلون لا هداية لهم بعد ذلك لا هداية يعني أن الإيمان مستودع وسيسلب منهم ومن يسلب منه الإيمان لا يحشر في القيامة شيعيا وإذا حشر الشيعي في الدنيا ليس شيعيا في الآخرة لا يمكن أن تشمله الشفاعة الشفاعة لشيعة أهل البيت فقط إنما الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي أمة النبي هم شيعة علي هكذا أخبرنا الأئمة قد يخرج لي الآن البعض فيقول إن الجنة فقط مخلوق للشيع هكذا الجنة جنتهم نحن نقرأ في أدعيتهم وفي رواياتهم الحمد لله الذي خلق الجنة لمحمد وآل محمد هذا في أدعيتهم في رواياتهم الجنة مخلوق لهم وقسيم الجنة والنار هو علي صلوات الله عليه هذا هو قسيم الجنة والنار القضية واضحة من البديهيات في روايات أهل البيت أنا الآن لا أريد الحديث عن الجنة وعن قوانين الدخول إلى الجنة هناك تفاصيل كثيرة موجودة في الروايات مراد مراد أن الرواية لما تقول فيتقبله المسلمون المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا هؤلاء يتقبلون بنية حسنة لكن النتيجة العملية ما هي فضلوا وأضلهم بمرور الزمن بمرور الزمن هذه قوانين تكوينية قد تقول بأن نيتي مع أهل البيت صحيح نيتك مع أهل البيت لا تحاسب على هذه النية ولكن نيتك مع أهل البيت وعمليا أنت لست مع أهل البيت وفكريا أنت لست مع أهل البيت أنت تعمل بأقوال لا علاقة لها بأهل البيت عقيدتك التي في ذهنك عقيدة ليست صافية ليس من تلك العيون الصافية من العيون الكدرة بالتراكم كدورات فوق كدورات بمرور الأيام المياه الصافية حتى المياه الصافية حتى هذه النية ستتسخ لو كان عندك مياه صافية لما دائما تصب عليها مياه المجاري تتحول هذه المياه الصافية إلى مياه مجاري إلى ميانتنا الإمام يريد أن يقول هذه الحقيقة ترجمة نانسي قنقر